السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين عزيزي المشاهدات نتحدث اليوم إن شاء الله عن الأشباه الموصلات تحدثنا سابقا عن أشباه الموصلات في حلقات سابقة وإن شاء الله تعالى نعيد موضوع الأشباه ولكن بشكل مختلف اليوم بمعلومات أكثر ومفيدة إن شاء الله لأننا سنبدأ في حلقات جديدة في بنية الترانزيستر تعلمون أننا بدأنا في التحدث عن هذا الاكتشاف المهم وهو الترانزيستر ثنائي القطب وأهميته العلمية نبدأ اليوم في الأشباه تصنف أشباه الموصلات حسب تجانس تكوينها إلى أشباه موصلات ذاتية وأشباه موصلات مشبوهة أو مشوبة عفوا مشوبة أما أشباه الموصلات الذاتية فهي أشباه الموصلات التي تتكون مادتها من نوع واحد من الذرات وأما أشباه الموصلات المشوبة فهي أشباه موصلات ذاتية تم إضافة ذرات أخرى من مادة أخرى إليها بعملية تسمى الأشباه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات نتحدث اليوم بإذن الله عن الإشابة توقفنا سابقا عن الترانزيستور تناء القطب ثم تحدثنا عن أشباه الموصلات وبعض المواضيع الكيميائية الفيزيائية المهمة التي سندخل بعدها بإذن الله في الترانزيستور انتظروني بعد هذه الحلقة في حلقة جديدة أتحدث فيها بإذن الله عن بنية الترانزيستور ولكن قبل الخوض في بنية الترانزيستور يجب اليوم التحدث عن الإشابة تصنف أشباه الموصلات حسب تجانس تكوينها إلى إشابة عفوا إلى أشباه موصلات ذاتية وأشباه موصلات مشوبة أما أشباه الموصلات الذاتية فهي أشباه الموصلات التي تتكون مادتها من نوع واحد من الضرات أما أشباه الموصلات المشوبة فهي أشباه موصلات ذاتية تم إضافة ضرات أخرى من مادة أخرى إليها بعملية تسمى الإشابة تكون تركيز ضرات المادة الشائبة بين 10 أس 15 و 10 أس 18 ضر لكل سنتيمتر مكعب أما تركيز ضرات مادة شبه الموصل الأصلية فيكون حوالي 10 أس 22 ضر لكل سنتيمتر مكعب أي أكثر بعشر آلاف ضعف على الأقل وتدخل المادة الشائبة ضمن تركيب البنية البلورية لنصف الناقل الذاتي فتحوله إلى نصف ناقل مشوب إذ كان عدد الإلكترونات المتكافئة في المادة الشائبة أكبر من عدد إلكترونات التكافئ في النصف الناقل الذاتي فيكون هناك فائض من الإلكترونات في البنية البلورية الجديدة ويوصف شبه الموصل بأنه ينتمي إلى النوع N وهي مأخوذة من الحرف الأول لكلمة سالب نيجاتيب أما إذا كان عدد الإلكترونات المتكافئة في المادة الشائبة أقل من عدد إلكترونات التكافئ في شبه الموصل الذاتي فيكون هناك فائض في الثغرات الإلكترونية ويوصف شبه الموصل الناتج بأنه من النوع P والإسم مأخوذ من الثغرات الإلكترونية الإسم مأخوذ من الحرف الأول لكلمة موجب وتشكل أشباه الموصلات من النوعين B و N حجر الأساس الذي يستخدم في بناء العناصر الإلكترونية وتقوم عليها كامل صناعات الإلكترونيات النوع N يجري تصنيع شبه موصل مشوب من النوع N بإضافة شوائب من عنصر خماسي التكافئ مثل الأثمد إلى مادة شبه الموصل الأصلية نتيجة لذلك تشكل الضر الشائبة أربع روابط تساهمية مع ضرات المادة الأصلية ويبقى الإلكترون الخامس حرا ضمن شبه الموصل المشوب وتسمى الضرات الشوائب بالضرات المانحة لأنها تمنح إلكترونها الخامس الفائض لضرات أخرى بحاجة لإلكترون من أجل تشكيل روابط تساهمي ويسبب التشويب المادة بضرات مانحة امتلاك للإلكترونيات الفائضة لمستوى طاقي أعلى من مستوى فريمين ولكنه يظل غير كافيا لبلوغ حزمة التوصيل نتيجة لذلك تحتاج هذه الإلكترونيات لطاقة أقل لبلوغ نطاق التوصيل أي تقلل عملية التشويب السابقة من قيمة الفجوة الطاقية التي يجب على الإلكترونيات الحرة التغلب عليها على الرغم من وجود عدد كبير من الإلكترونيات الحرة في مادة شبه الموصل المشوب من النوع N فإنه يظل متعادلا كهربائيا على اعتبار أن عدد البروتونات الإجمالي يساوي عد الإلكترونيات الحرة أما بالنسبة للنوع B وهو بوسيتف يجري تصنيع شبه الموصل المشوب من النوع B بالإضافة إلى شوائب من عنصر ثلاثي التكافؤ مثل البورون أو الإنديوم أو الغاليوم إلى مادة شبه الموصل الأصلية نتيجة لذلك تشكل الضرة الشائبة ثلاث روابط تساهمية مع ضرات المادة الأصلية وتحتاج للإلكترون الرابع لتشكيل الرابع الرابعة ويعبر عن غياب الإلكترون بثغرة إلكترونية تسمى الضرات الشوائب بالضرات المتقبلة أو الآخذة لأنها مستعدة لتستقبل إلكترون حر متى ما سنحت لها الفرصة من أجل إكمال الرابطة التساهمية الأخيرة إذا اكتسب أحد إلكترونات ضرات المادة الأساسية طاقة حركية كافية فإنه سيخرج من نطاق التكافؤ الخاص بضرته ويسبب ذلك ظهور الثغرة إلكترونية في الموقع الذي تركه الإلكترون بعد ذلك يقوم الإلكترون بملء الفراغ أو الثغرة الإلكترونية في إحدى الضرات الشائبة الأخرى وتسبب هذه الحركة انتقالا للشحنة الكهربائية ويولد أو يولد ذلك طيارا كهربائيا معاكسا في الاتجاه لجهة حركة الإلكترون يمكن النظر إلى ذلك بطريقة أخرى حيث تسبب حركة الإلكترونات من ضرة إلى أخرى ضمن البنية البلورية المشوبة حركة للثغرات بالاتجاه المعاكس على الرغم من وجود عدد كبير من الثغرات الإلكترونية في مادة شبه الموصل المشوب من النوع بيه فإنه يظل متعادلا كهربائيا على اعتبار أن عدد البروتونات الإجمالي يساوي عدد الإلكترونات وتكون الشحنة الكلية متعادلة هناك حوامل الشحنة الأقلية والأكثرية في شبه الموصل الذاتي قد تكتسب بعض إلكترونات التكافؤ طاقة حركية إضافية كافية لتغادر نطاق التكافؤ ويكون مصدر هذه الطاقة ضوئي أو حراري نتيجة لذلك تغادر هذه الإلكترونات دراتها وتصبح إلكترونات حرة ضمن البنية البلورية وتخلف وراءها ثغرات إلكترونية موجبة على سبيل المثال شبه الموصل المشوب من النوع N حملات الشحنة الأقلية تكون الثقوب الإلكترونية أما حملات الشحنة الأكثرية فتكون الإلكترونات أما النوع B فحملات الشحنة الأقلية تكون هي الإلكترونات أما حملات الشحنة الأكثرية فتكون الثقوب الإلكترونية يعني هم عكس بعض في شبه موصل المشوب من النوع N تحصل الزيادة في عد الإلكترونات المرشحة لتصبح إلكترونات حرة ويكون عدد هذه الإلكترونات أكبر بكثير من عدد الثغرات الموجودة في هذا النوع من أشباه الموصلات المشوبة أما في شبه الموصل من النوع B فإن الإشابة تسبب زيادة في عدد الثغرات الإلكترونية في مقابل بقاء عدد الإلكترونات المرشحة لتكون حرة على ما هو عليه لذلك في شبه الموصل من النوع B توصف الإلكترونات بأنها حاملات الشحنة الأكثرية وتوصف الثغرات بأنهن حاملات الشحنة الأقلية أما في شبه الموصل المشوب من النوع B فإن حاملات الشحنة الأكثرية هن الثغرات الإلكترونية وحاملات الشحنة الأقلية هن الإلكترونات كما ذكرت سابقا تتحرك حاملات الشحنة بإحدى طريقتين هما الانجراف Drift والانتشار وهي Diffusion أما الانجراف فهو حركة حاملات الشحنة بتأثير الحقل الكهربائي وأما الانتشار فهو حركة حاملات الشحنة بين منطقتين يكون تركيز الحاملات مرتفعا في المنطقة الأولى ومنخفضا في الثانية ويكون الانتقال من المنطقة ذات التركيز المرتفع إلى المنطقة ذات التركيز المنخفض على أي حال وفي كل النوعين B و N تحمل حاملات الشحنة الأكثرية الجزء الأكبر من الشحنة الكهربائية وتسبب حركتها مرور طيار رئيسي في الوصلة أما حركة حاملات الشحنة الأقلية فتسبب مرور طيار ثانوي صغير القيمة مقارنة مع الطيار الرئيسي هكذا انتهت حلقة اليوم التي أتمنى أن تكون أفدتكم ونالت إعجابكم على أمل أن نلتقي قريبا بإذن الله في بنية الترانزيستر